المصدر الثاني هو المصدر العرفي هذا أيضا لا نستهين به لماذا؟ لأن العرف أحسن من القانون بكثير من خصائص القانون أنه بطيء بطيء في تقنينه بطيء في تطبيقه أنا أقول هيا ولكن العرف لا العرف سريع سريع يستجيب لجميع المستجدات والمستحدثات لذلك من القواعد الفقهية المعروفة المعروف عرفا كالمشهورة شرطا العادة محكمة إذن حينما نعود إلى أعرافنا في المجتمع الجزائري نجد على مستوى جميع الولايات وجميع العشائر والقبائل نجد هذا القاسم المشترك يكون نزاع نروح الجماعة يكون نزاع يروح الأئمة يكون خلاف يروح للأعيان العقال إمنين الخير إمنين الخير إذن هذا الرد الفعل طبيعي اجتماعي وهذه قيمنا نذكر بها باستمرار لأنها إذا زالت سنزول إذا زالت هذه القيم سنزول سنفنع لا قيمة لا ما إذا كان حطمنا هذه القيم أو أهملنا هذه القيم الكبير كبير انتهى الكبير كبير دخل الأسرة أمغار المفروض كل ما يكبر كل ما الستاتيو جريديك الستاتيو سوسيال يكبر معاه يستشار وإلى آخر وكذلك قل على الرجال قل على أنساء أيضا